قبل اي حاجة صلى على النبي ويلا بينا فيلمنا بيبدأ مع شخص متخفي بيكون واقف جنب الجدار وبيرمي حاجة جنبه وبيكون في شخص تاني بيصوره وبنروح لبرك اللي شغال موظف في شؤون المدينة وبيكون لسه جديد في الشغل وبيوزع مشروب على زميله وبيقول انه كان شغال قبل كده وهو في المستوى التاسع وبيستلم شغله الجديد وبتيجي واحدة تقدم شكوى ان واحد بيرمي على جدران المتجر بتاعها حمض الكبريتيك وان واحد اسمه السيد ماو اشتري مكان المتاجر وعاوز يدمرها علشان يستحوز عليها وهي مصورة اللي عمل كده ومعها ادلة وبيكون بارك موجود وبيصورها وبيقول لها انه لازم يوصك دليل الشكوى وقبل ما تقدم الشكوى بيقول لها انها تاخد رقم قالت له انها ما خدتش رقم قبل كده لكن هو قال لها لازم تاخد رقم وتستنى الدور وبيعرف بعدها من زميله انهم مسميينها الجده العفريتة وانها طول الوقت مش هتبلغ عن اي حاجة غلط بتشوفها وعملت اكتر من 8000 ابلاغ وانه المفروض يخلي باله وهو بيعملها لانها ممكن تبلغ عنه عن اي حاجة وبتيجي تاني يوم وبيبقى معاها ملفات كتير جدا وعاوزة ترفعها وبتكون واخدى ارقام كتير جدا وبيقول بارك ان زميله يشوفوا باقي الناس وهو عيخلص لها كل الشكاوى بتاعتها وبيجي موظف يطلب من بارك يروح للمدير يونج ولما بيروح بيقوله على موضوع المتاجر وبيقولهم ان في حل انهم يفصلوا المقاول اللي شغال هناك وبما ان السيد ما وشركة ياليم اشترت المكان بشكل قانوني يبقى بكده شركة ياليم اترفع دعوة قضائية عليهم ويكسبوها وبكده يبقى بانت انهم شغالين بشكل قانوني وبعدها بتظهر الجده وهي بتتخانق مع واحدة علشان عاملة يفطأ قدام المحل بتاعها وبيكون بارك منقول من مكان كان الافضل فيه ورجع للمستوى السابع تاني ولسه هيقدم على اختبار المستوى السابع بس اتنقل علشان دراسة اخوه لكن اخوه بيقوله انه عاوز ينقل حي افضل من ده وبعدها بتيجي الجده لبارك وبتقوله ان عدها كل الادلة ان الشركة عاوزة تخرج الناس من هناك من غير ما يدفعوا ليهم التأمين وبياخد منها الادلة وبيقول لزميلته السون انها تضعها في الملفات غير المستعملة وبتقابل الجده اوكبون صديقتها جون جي شيم وبتسألها عن اخبار شغلها لكن الجده بتقول لها ان متجر الخياطة شغال بطيء جدا وبتكون الجده نفسها تتعلم انجليزي زي جون جي شيم وهي قالت لها انها بتذاكر يوميا ولما بتروح بتتصل بحد في التليفون وبيكون بيتكلم انجليزي لكن اوكبون ما بتقدرش ترد عليه لحد ما بيقفل وبتروح تتعلم انجليزي في الفصل لكن ما بتقدرش تستفاد لان المدرسة كانت بتتكلم بسرعة ومش بتدي انتباه ليها وبعدها بتشوف بارك بيتكلم مع واحد امريكي بالانجليزي وبتروح تقول له انه يعلمها انجليزي لكن هو بيرفض وبتروح له الشغل وبتتصل به وهو نايم وهو دايما بيرفض وبتروح له الشغل ولما رفض تاني كان معاها شنطة مليانة شكاوي رحت للموظفين قالت لهم يسجلوا لها دلوقتي والزميله تحايلوا عليه علشان يوافق واخيرا فعلا بيوافق وبيدي لها كتاب تذاكر منه وبتقول له انها كانت بتذاكر مع نفسها من سنين وبيديها مجموعة كلمات والمفروض تحفظها وتجيب 80% لكن هي بتجيب 75 بس وبعدها بييجي واحد اصلع يهدد واحدة صاحبة مدجر ويقول لها انه قدامها شهر وتمشي لكن هي بترفض وبتقول له انها هنا من 20 سنة ومش هتخرج ابدا وبتشوفه الجدة اوكبون وبتقول له ان هو الشخص اللي بيتبول على الجدران كل يوم ولما بيرمس جارة على الارض بتقول له يشالها لكن بيرفض ويمشي وبيكون بارك راكب الاوتوبيس ومروح وبيشوف اخوه ماشي ولما بيمشي وراي شوفه رايح فين بيلاقيه رايح عند الجدة اوكبون وبتكون بتحضر له العاشة يوميا وبتقول لبارك انها لقيته بياكل اكل غير مطهي فكل مرة تشوفه بتقرد علي الاكل وبيقول لها بارك انه هيعلمها الانجليزي مقابل انها تعمل اكل لاخوه وبتوافق الجدة وبيخرجوا يشربوا كحول عند واحدة صاحبتها عندها مطجر اسمها جين شو وبيسألها انه غير قانوني انهم يشربوا كحول في الشارع وليه ما بلغتش عن نفسها وبتسأله ليه ما تجوزتش لحد دلوقتي فبيقول لها انه زي حفادها لكن هي بتقوله انها ما عندهاش اولاد علشان يبقى عندها احفاد وبيبدأ يعلمها 3 مرات في الاسبوع في الكفاتيريا وفي البيت وبيسمعها اغاني بالانجلش وبيخرج معاها مرة في بار وبيشوف اتنين امريكان وبيقول لها تروح تتكلم معاهم لمدة 5 دقايق وبتكون متوترة لكن بتنجح وبعدها بيشاور لها على اتنين كمان وتكلمهم 10 دقايق وبتنجح وتعدل 10 دقايق وبيكون مستواها تحسن لكن بتكون متوترة وهي بتتكلم وبعدها بيكون في عيد وبيكون الموظفين لبسين لبس العيد وبتسأل سون باركة يروح فين النهاردة وبتحاول تقرب منه لكن هو قال لها انه رايح للجدة وبالليل قاعدوا صهرانين والامر مكتمل وبيسألها ليه بتتعلمي انجليزي قالت له علشان اخوها عايش في امريكا وما شفتهوش منه هو صغير ومش بيعرف يتكلم كوري ولما بتتصل بيه ما بتعرفش تكلمه وبيشوف باركة رقمه وتاني يوم بيكلمه باركة ويحكيله لكن هو بيقوله انه مش مصدق اللي هي بتقوله ومش عاوز يكلمها وانه ما يتصلش على الرقم ده تاني وبيروح لها باركة وبيقول لها انه هيبطل يعلمها انجليزي تاني من غير ما يقول لها انه اتصل بخوها وبتروح اقبون لصديقتها جون جيشيم وبتكون تعبانة في المستشفى ولما بتوريها منديل بتفتكر اوكبون وبتفضل تعيق وبتجيلها الدكتورة وبتقول ل اوكبون ان جون جيشيم كمان شهرين مش هتفتكر حتى اسمها ولما بترجع المتجر بتاعها بتلاقي الشرطة قبضت على البنت اللي الرجل الاصلى عددها انه هياخد المتجر بتاعها وبتفكر ان اوكبون هي اللي بلغت عنها وبتتخانق معاها وبعدها بتروح الجدة لبارك ومش بتلاقيه في الشغل وهي خارجة بتسمع الموظفين ان اللي حصل للمقاول ده اتفاق علشان يقللوا الشكاوي اللي بتحصل وبتسمعهم اوكبون وبتعرف كل حاجة وبترجع تاني المكتب وتطلب من سون كل الادلة اللي قدمتها ضد شركة إيلام لكن هي بتقول لها انها ترامت وقالت لها تتصل ببارك ييجي حالا ولما بيجي بتقوله انه ساعدهم في الكسبة اللي عملوها وانه بيعلمها انجليزي علشان الموضوع ده وبتضربه بالقلم لكن هو بيقول لها انه علمها علشان مشفك عليها وقال لها انه اتصل بخوها وهو رفض يكلمها اصلا لحد ما بتتعب وطعه على الارض وبيروح لاخوه بيقوله انها بتعمل كده علشان وحيدة وانها بتدفع عن المتاجر علشان فيه عائلات عايشة على المتاجر ديه وانها ما كانتش تستاهل منه كل ده وبعدها بيروح الرجل الاصلع للبنت ويقول لها انه المفروغ كانت توافق من الاول وانه هو اللي اشتكاها وبتفتكر البنت انها كانت مفكرة ان اللي شكاها الجدة لكن بييجي بارك وبيقوله انه مالوش حق يخرجهم من متاجرهم ويجاب ورقة علاقها ان مفيش حد يقدر يخرجهم الا بعدما القضية تنتهي وبتروح اجبون لجون جيشيم وبتكون فقدة الوعي وبتكون سايبر سالة ليها وبيجي لها واحد يقول لها وبيكون شغال مراسل للاخبار القضائية وعضوه في حقوق الانسان وبيطالب البرلمان الامريكي عن اللي حصل من دولة اليابان وبينزل صورها في الجرائد انها هتقول شهادتها كونها واحدة من النساء المتعة اللي استغلوهم جنود اليابان في الحرب ولما بترجع للمتجر وبتشوفها جين شو ما بترضاش تسلم عليها وبتبص بايد وبيجي لها باركو بيتأسف لها وبتوريه صور للبنات وقت الحرب ضد اليابان وبتقوله ان محدش شافها من 60 سنة وبنرجع لمنشوريا سنة 1943 في الحرب العالمية التانية وقت ما كان بيستغلهم الجنود اليابانيين ولما تعمل محاكمة المترجم غير الكلام وقال ان البنات كانوا هناك علشان الرز علشان كده جونج شو وقتها قررت تتعلم انجلش وبعدها هي بتتعلمه وبتقدر تتعلمه فعلا علشان وقت زي ده تقدر هي تتكلم ومحدش يغير كلامها وبعدها بتروح لجين شو بتقول لها انت مش عاوزة نبقى اصدقاء بسبب الماضي بتاعها لكن هي بتقول لها انها زعلانة لانهم كانوا اصدقاء مقربين وهي ما حكيتش لها وكانت ممكن تساعدها وبيحضنوا بعض وبتروح اوكبون تطلع بصبور وتأشير الامريكا علشان شهادتها في القضية ضد اليابان وبيشوف بارك انها كتبة كل الكلام اللي هتقوله في ورق بالانجلش وبتعمل جاكت لبارك وتدهوله هداية ولما بتسافر امريكا بتقدم اليابان تشكيك في اهلية الشهود لان اوكبون مقدمتش اي شكاوي طول الستين سنة اللي فاته وبتقول اوكبون ان ده بسبب كبرياءها لكن بارك قرر يساعدها ويجمع شهود كتير ويخليهم يوقعوا عليها علشان يثبتوا كلام اوكبون وبيكون بارك في اختبارات المستوى التاسع وبيفتكروا الصورة اللي ورتها له اوكبون وبيروح بياتها بسرعة وياخدها وبتروح اوكبون المحكمة وبتطلع قابلها واحدة اسمها ماشيل وكانت معاها وقت الحرب وبتقول شهاداتها ولما اوكبون بيبقى عليها الضور بيحاولوا يحتاجوا على شهاداتها لكن القاضي بتسمح لها انها تقول شهاداتها وبتكون متوترة جدا ومش قادرة تتكلم لحد ما بتشوف بارك بيندع عليها وبتتشجع وتتكلم وبيدخل بارك المحكمة بعد ما واحدة من كوريا قالت انه معاهم ومعا الصورة وبيوريها للقاضي وبتكشف اوكبون بطنها واللي عليها علامات كتير وبتقول انها بسبب الجنود اليابانيين وان جسمها كله من العلامات دي وان ميش الموجودة والبقيين هم الدليل وبتقول انها بتفتكر كل اللحظات دي وهي بتتكلم وفي الاخر بيسقفولها ولما بتخرج من القاعة بيجي اعضاء البرلمان يسلموا عليها وبعدها بياخدوا اوكبون لمكتب وبتلاقي فيه اخوها توم وبتسلم عليه وتحضانه وتمت الموافقة على القرار من مجلس النواب الامريكي سنة 2017 بادانة اليابان لكن لحد النهاردة اليابان مقدمتش اي اعتذارات وبترجع المدينة وبتشوف الرجل الاصلع وكان لسه بيرمز جارة على الارض لكن بيلحقها برجله وبتروح تجري مع بارك وبيسألها زي كانت هتروح سان فرانسيسكو بعد اسبوعين قالت ايوة وهتروح مجلس المدينة وان اليابانيين عاوزين يقتلوها وانها هتفضل عايشة 200 سنة وبتروح المطار والموظف بيختم لها البسبور وبيسألها بتعرف تتكلمي انجليش وبتقول له وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيلم ما تنساش بقى تعمل لنا فولو على الفيسبوك وبرضه تعمل لنا فولو على الانستجرام وبس كده سلام